اشتركوا في القناة فيديونا اليوم رح يكون فيديو خفيف ضريف كالعادة نحاول اني نطلع عليكم فيديوهات خفيفة ضريفة ومن خلال روتيننا اليوم رح نشوفو كي تبقى لنا ماكلة وش نقدرو نديرو بها يعني كي نعدة افكار نسبق قبل في الشربة خاطر خلصتلي ورمضان هذا راني نوع يعني مرة ندير شربة عادي تعفريك مرة ندير تعالعدس مرة كل مرة وش ندير هكا باش نغيرو شوي ما نبقاوش غرف طماطم وفل الفريك طماطم والفريك تنعرفو بلي طماطم والفريك يضروا شوي نصبت الشربة تاعي وبغيت نعطيكم واحدة تدبيرة انا عندي هاد الانية الخاصة هكا بالمغارف كي تعودي طيبي تحطي فيها باش تحافظ لك على نظافة الماكان ومنها المغرف تاعي كرح تبقى يتحركي بيها يعني مش كل مرة تجبديه مغارف كل مرة تجبديه مغارف هنا تقدرو ديرو سحن يعني سحن يكون صغير سحن طويل ولا كل ما تحركو بملعقة تحطوها لثمه هكا باش تبقى حالة كديمة نضيفها والمغرف تاعيك تبقى لك قدامك صرتوك يتكوني مزروبة وتعودي تكثري في المغارف تجبديه مغرفهم بعد ما تلقايش قدامك توليد تجبديه مغرف واحدة اخرى هكا حطيها قدامك وحتى هي تبقى نضيفة يعني ما تقيس حتى حاجة وما تهز حتى حاجة خليت الشربة تتقلى على نار هادية ورح تنوجد الخبزة راح ندير خبز الدار بدون عجن وبدون بيض كنت شاركتكم بالوصفة في صندق الوصف يعني منعتني وسلكتني هاد النهار هاد النهار كنت مريضة بزاف ومانيش قادر حتى نقف قلت ندير حاجة على السريع وسلام درت خبز الدار كما راكم تشوفو سهل يا لبنات والله ما يتعب يعني بالملعقة خلطي خلطي وحطي في البلاتو خليه يخمر ودخليه طيب ما ما يتعبك ما يتعبك ما يتديلك يعني ما عندك شو حتى واذا ما كانش عندك البيض وتشهيدي خبز الدار راح تديري هاد طعم تاعو هايل والخفة تاعو ما نحكي لكمش اجنتو لميتو هاك بالملعقة بركاكم تشوفو وكي تشوفو الوصفة الاخرى اللي يعني حطيتها وصفة واحدة راح تشوفو باللي العاجين يجي شوي متماسك والعاجين تاع هذا جا شوية مرخوف وهذا يرجع للنوعية تاع الفارينة كيما نقولكم ديما بلي كين فارينة تشرب كين فارينة ما تشربش وما حبيتش نزيد لها الفارينة يعني قلتو كندير شوية زيت برك في جدي ونمشيها عادي بلا ما نزيد نيبسها بالفارينة خاصة انو انواع المخبوزات هاذا والبريوش اللي سوفلي البيتزا قد ما تجي العجينة خفيفة يعني تجي مرخوفة تجي مطلوقة وتلسق شوية في اليد قد ما يجي خفاف ويجي هشاش مقطنين قرصها كيما كنت تلاحظو دهنتها بالبيض كان ديجا بقالي بيض من قبل دهنت بيهو بقالي ورشيت على وجه سينوج وجلجلانية وخليتها تخمر ورجعت للشربة القيتها باللي تقلت مليح يعني طلعت ريحتها ما شاء الله ضفت لها هذك الفريق يعني اللي متبعيني وشايفين الوصفة اللي نحطهم طريقتي في الطهي راهم تعودوا على طريق تحضير الشربة تاعي على كل اللي نراني شاركتكم بالوصفة تحاب التفصيل قليت هذك الفريق مرقت وخليته يطيب هذ المرة النوعية تعتماطم اللي كنت نستعمل فيها هي كنت نستعمل نوعية من بعدها شوتهم باللي فزدوها واللي تبدلت للنوعية أخرى كانت نوعية روعة روعة وعندير غير نص مغرف كبيرة جي الماكلة هذك ولا أروع خاصة انه زوج تعي ما يحبش هذ اللي سوس الحامر بززاف يضروه في الاستوما منكثرش منها جي تبل يعني جي بنينة ومجيش حامضة مؤخرا نشوفها باللي حتى هي زادوها الكوها ديري شغول ما درتيش وتجي الماكلة تحها شهبة حتى نتزادي لها التماطم المشكل ما شي في اللون المشكل في الذوق يعني كايني تجي الماكلة شهبة من جي بنينة وكايني ماكلة اللي قدمت زادي لا ذوق ولا طعم ولا لون وجدت البطاطا حطيتها تتقلاء مانيش يعني مانيش مستعدة نزيد نطيبها في الفور ونبقى نستنى فيها والشربة كما شتو كنضفت لها الفلفل الحار هنا راني مرقتها وفت عليها وقت فت عليها نص ساعة وزيادة الخبس تعيرا وخمر كما كم تشوفوا الخطر الحال شوية وبارد على بيها طولت باش خمرت راكم تشوفوا كيف شدارت البلابل وهذا هو السر لي خلي لكم انواع المخبوزات اللي مايتعجنوش يجي ويبانوا معجونين ومدلوكين يعني قد ما خمروا قد ما راح يجيوكم خفاف دخلتهم يطيبوا دخلت الخبزي طيب راح يطيبوا على درجة حرارة عالية انا مخبوزاتي نطيبهم على درجة حرارة عالية وكي تكون فيهم حشوة نقص شوية هكا بش يجيوني خفاف وجيوني هشاش البطاطا طعبت لي شربت قريبا حتى هي راهي واجزا المهم درت حاجة على السريع وخلاص راح ندير قراطا القراطا هذي كيفش راح نديرها راح نستغل الاكل الصابح ولا الاكل البيت هنا كانت بقات لي يعني الفيديو سابق روتينت على البارح كي ما شتو كنت انا طيبت وسلفتي ثاني كانت بعتت لي يعني كي اتعمرتها كاك الطابلة خلاص شفناها شبعناها مسبقا كي بقات لي يعني خممت لها ديجا من قبل قلت يا اما يتغداو بيها الولد اذا ما تغداوش بيها الولد نديرها قراطا والسلام كي ما راكم تشوفون نحي الجاج هنا تقليب البطاطا تقليب خضار اخرى تقدرو حتى تضيفو خضار اخرى كي ما تحبو ودرت هذيك الطبقة فوقها تعد دجاج وزيتون والحمص يعني نخلط السلصة تاعي مع السلصة تاع سلفتي والأسوس هذيك نكسر عليها بيض هذا ما كان تبغيوا تزيدوا ديروا الجبن الابيض قبل ما تضيفو هذا الخالط راح تديرو حسب الذوق انا ما الفا ندير مرات ومرات ما نديرش نخلط شوية نكسر هذك البيض ما نخلطوش بزاف يعني يقيس ما نفقس هذك السفار برك وتقدرو ثاني تخليهم مكاك عيون عيون نفرغ الخاليات نزيد ندير عليها طبقات عجبا مبشور وندخلو له الفرن يطيب وندخلو نخلي درجة الحرارة تكون متوسطة ما ننقسها بزاف بهم تشرب ليش هذيك العصص وتولي لي ناشفة لخطر ما بغيتهاش تكون قراطع ناشفة وما نقويش عليها النار باش ما تبقاليش الداخل نيار لخطر ديجا فيها البيض كما تقدرو تديرو الطبقات على البيشامال ديري بشامال تكون خاثره ما تكون شماهيه باش ما تهبطش التحت هني تبقى الفوق ودخليها طيب جي ذوق التاحة ولا اروح هنا الخبز تعيكي ما راكم تلاحظو ديجارة هو طب مباشرة بعد ما نجبدو من الفرن نغطيها كم منديل ما ننديه موالوي يعني ما ننديهش بالماء هكا بركب الشي عرقلي شوية لوجه تبقى لي مقرمشها غير من تحت كاي اللي كي يجبدوها من الفرن مباشرة يدهنوها بالزبدة يديرو هذ الخطوات على الزبدة مع خبز الدار ويديروه ثاني مع المطلوع احنا نقوله كسرة خميرة لكن انا ما تعجبنيش ما نكذبش عليكم لخطر ديجا كيما هذ الخبز فيه الزيت وكاين انواع اخرى تع خبز الدار يكون فيهم حتى الزبدة يعني هكاك رح يكون بزا في دم راكم شتول بنات كيفاش يجي خفيف هذ الخبز يجي ولا اروع يعني حاجة على السريع والنتيجة تعوه كيما راكم تشوفو رح تعتمدوه باذنه تعالى هكا نورمالوه كلشرة هو جد ما يعني هذا هو الشي اللي راح نديرو وربي ورحمته شربه مع القراتا مع الخبز فيها باركا نظركها راح نوجد لطابل قلت نوجد بكري ديجا وجدت نطيب بكري بش نروح الروبوزي نروح الريح راكم تعارفون نهار نكونوا انفر ونهار نكونوا عيانين نهار ما تنفحناش اصلا ندخلوا الكوزينة ونطيبوا لو كانت صيبت خلي غير بيضات والسلام عليكم وجدت الطابلة كيما قلت لكم وقلت نروح الريح نروح تروبوزيت قريت شوية المصحف تاعي خاطر كملت بكري وهكم تشوفو يعني ماشي حاجة اللي تدي اليد الخبز على السريع الشربة كيف كيف قراتا كلش تحواجد غير البيض اللي يزيت له يعني غير الاساس اللي يزيت لها البيض وبطا تقليتها هذا مكان وبالنسبة للطابلة هي مليح غير تدخل الكوزينة تبدأي بيها هي اللي ولا توجدي تحطي صحونة تحطي الكيسة تقل بيهم هكا على الغبرة ولا وتروحي مباشرة تبدأي في الطياب هكا بش مبعدة تكملي تسربي في صحونة وخلاص البنات جربوا وجدوا الطابلة هي اول حاجة وردوا لي الخبر هاي ليك الشربة كيف ما راكم تلاحظو هنا حتى تنزيت لها الطماطم هاي ليك الخبز يجي خفيف يجي الفارغ للداخل يجي بمبريوشة البنات اذا حبيتي يعني تبسيه شوي باش تشكريه كي ما بغيتين تيا راح تقدري تبسيه شوي بس حملنا الاحسن مدام ما يتعجنش انك تخليه شوي مرخوف والقراتان كي ما راكم تلاحظو قلتلكم كي تزيدو لها البشاميل تقيله ولسوس فرماجه راح جي روعة وهكا كان طاولة افطاري بسيطة سهلة فكرة مليحة هكا تعاكي تبقى لنا الماكلة كي ما بغينا نغيرو فيها نغيرو تقدرو حتى تديرو بها دي سوفلي تقدرو تديرو بها هكا ميني كيش راح كان الافكار غير هما ديري دي ميني كيش وتترافقيهم على الصلصة لي معاها ولا لي سوفلي وديريهم على الشربة شوفو هالبنات كيفاش تجي جي هاي لا البططة هذيك تشرب هذيك الاسوس تولي تبان مجمرة جي ذوق التحكيمة الكباب شغول الكباب في الفرن يعني هاذا القراتة راه معروفة وديرتها لكم في القناة عندي سنين من لي ديرتها لكم هكا كان فطوري ان شاء الله هرب يدومها نعمة ويحفظها من الزوال علينا وعليكم يا رب العالمين هنا لبنات قال له كبر شطرت سليت وروحت عاو ترجعت البلاستيما درت والو وكنت ديرت لاي في الانستغرام وشاركوني لبنات هما اللي يبون ننسوني باش غسلت المعن غسلتهم على لحده شتعلين هنا يزو شتاعي هو لي تكلف بالسحرة قلت لكم انا التاي يشد لي في رمضان لازم نشرب التاي كل ليلة هذا النهار كنت حبا ندير بسبوساية قلت خلي مدام انيش قادران نهار اخر تعرفوا باللي المعسلات يجيوا ملاحقها في رمضان عندهم بنا خاصة سبحان الله ان يقدمان طيبوساية اليام حويج معسلين حويج حلوين من الحويج المعسلين في رمضان عندهم نكهة خاصة نارا هو يرغون في هذك الداي انا كنت ساي نظفت الحالة كملت تهنيت منها مع انه كان بزيف هكا وصفاتها معسلات لي يجدوا ليها لي بعد خمس دقايق خلطيها عجنيها ولا لميها اقليها عسليها وحطيها بصح هذا النهار ما كانت نافحت لي على حاجة معسلامي ما اجلوها مش يكون اليوم طيبو مش يكون اليوم حاجة معسلو كل يوم حلوة وانش قلتو اللبنات وهكا فات نهاري لليوم السابع من الشهر الفضيل فات روتين خفيف ضريف ما فيش حويج فيه افكار بسيطة بركة رح يساعدوكم ان شاء الله خاصة في الشهر الفضيل هذا كاين اللي ازواجهم يتشاهه فوق لازم يعني بزيادة يقولك بغيت هذي بغيت هذي بغيت هذي بغيت هذي بغيت هذي يقول الله اكبر يشرب لك شرباتي على البنو ولا الماو يروح يحكي مبلاصة ويقولش بات ملا حاولي انك تغيري فيها ديريها طبق مغاير ديريها قراطة بدليلها الديكور ديري بيها سوفلي كما قلتلك واذا انتوما من الازواج يعني اللي عندكم ازواجكم ما يكلوش الماكلة البيتة خبيها خي ما شافكش خبيها ديري بيها سوفلي ولا قراطة وخلاص وما تقولي لوش صابحة وخطر هو اللي يطلب هو اللي قال ديرولي وما كلاهاش يعني ما ماشي لفوتتك انتي اللي طيبتي بزيادة كي مانايا هذي النهار يعني انطيب قيسي كل يوم انطيب قيسي ما تبقى ليش رحمة ربي من اللي يبدا رمضان يعني من اللي كنت الحمد لله بصح كي بعتت لي قلتلكم بعتت لي سوفتي الماكلة كي تعمرت الطابلة خلاص شبعنا كلين من هذو كل مملحات اللي بعتتهم ربي ورحمته كي بقى تدرتها قراطة وزيدنا فطرنا بيها والحمد لله وربي دومها نعمة على الجميع وهكا نكون نوصلنا نهاية فيديونا هاليوم ان شاء الله يكون عجبكم نكون كنت خفيفة ضريف عليكم ما بقى لي غير نقولكم في امان الله نلتقي في فيديوهات قادمة ان شاء الله مع السلام